وسط تنامي الخلافات الأمريكية مع كل من روسيا والصين كشفت الولايات المتحدة عن قاذفتها الاستراتيجية الجديدة بـ 21 ريدر الطائرة وفق موقع سلاح الجو الأمريكي صممت لتكون قادرة على تأدية المهام التقليدية والنووية بعيدة المدى وللتعامل مع التهديدات الشديدة في المستقبل حيث يفترض أن تصبح مكوناً أساسياً في الثالوث النووي الأمريكي تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية تزامن مع تحذيرات أطلقتها المخابرات العسكرية لصانعي السياسة والمشرعين الرئيسيين في واشنطن بأخذ التهديد الذي تشكله الصين على محمل الجد التهديد من الصين الصعيدة ومن قوتها العسكرية المتنامية وغزواتها الأكثر جرأة في الفضاء الإلكتروني والتجسس لم يكن كافياً لتحذير السياسيين الأمريكيين وفق مسؤولين في قيادة المحيطين الهندي والهادئ المخابرات العسكرية الأمريكية قالت إنه في الوقت الذي يرى فيه الكثير من الأمريكيين عن الحرب غير مرجحة فإن دولاً مثل الصين تعتبرها جزاً أساسياً من نضالها وهي مستعدة للذهاب إلى بعد مدى لتجاوز الولايات المتحدة كقوة عالمية بارزة صوت أمريكا ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين توقع أن القيادة العسكرية الصينية ستكون قريباً في وضع يمكنها من إرسال قوات إلى أي مكان تشعر فيه أن مصالحها تتجه نحو التهديد ومع ذلك على الرغم من خطورة وقدرة الصين فقد أشار بعض المسؤولين العسكريين إلى أن المخاوف من عمل عسكري صيني وشيك مثل غزو تايوان قد يكون مبالغاً فيه الصين لديها طرق لتطوير قدراتها وشن عمليات عسكرية للاستلاء على جزيرة تايوان بأكمالها إذا أرادوا القيام بذلك لكن وفق التقرير الذي نشرته صوت أمريكا فإن هناك نية ضئيلة في الوقت الحالي على الرغم من تحذيرات المسؤولين الأمريكيين من أن توحيد تايوان يمثل مصلحة وطنية أساسية للصين